هنعمل سلطة الموزاريلا بالتماطم عبارة عن تماطم والجبنة الموزاريلا وعندنا اللي هي الكويرات أو الكوار وعندنا الريحان الفراش ملح وفلفل زيت زتون وشوية توم علشان إيه نعمل بقى السوس بتاعه التماطم هتقطعيها بالشكل ده ممكن أدخن سنة بس كده برضو حلوة قوي شايفين كده تطلع حلوة قوي لو التدبيلة زبطناها تبقى جميلة جدا الموزاريلا بتيجي على كذا شكل فيه المبشور اللي بيبقى جاهز في الأكياس وفيه دي فدي دايما بتبقى حلوة قوي هتلاقيها عند التلاجة بتاعة الجبن مش في التلاجة الجاهزة هاهو هلوة قوي كده يلا بصوا التقطيع هيبقى كده علشان لما تبقى تخينة قوي مش هتعجبك ولو رفيعة جدا مش هنحس الطعمة فإحنا على قد ما نقدر هنحاول إن إحنا نقطع بالحجم اللي يطلع حلوة قوي معنا في الطعم تعالوا بقى إيه نبدأ نرسها أوكي يلا نجيب بقى كده تماثناية سلطة خفيفة ولذيذة واللي بيحب الجبن هيستمتع جدا بيها كده هي جاهزة تعالوا بقى إيه نعمل السوس بتاعها السوس بتاعها سهل قوي هنجيبي الريحان وهنعمله كده ممكن تفرميه في الكبة وممكن نقطعه كده ونعمله حاجة تبقى إيه كلما السوس بتاعك بيبقى فراش وحلو دايما بتحسي بنجهته إن هي حلوة جدا والموسم بتاعها وكده فبيطلع دايما حلو قوي هنحط بقى زيت الزتون أوكي كده وهنحط الطوم خفيف قوي مش كتير بس إيه إيه دي الطعم وبعدين هنديله رشد بقى الملح اهو أنا طوم مش كتير بس قدي الإحساس بتاعه ورشد اهو الملح لإن الجبنة مش مملاحة خالص ودايما ندوق إيه الحاجة وانتي بتعمليها علشان تعرفي طعمها حلوة لا حلوة قوي مش محتاجة إن أنا زود ممكن نحط فيها كمان شوية جبنة للي حابب لأ حلوة قوي جماعة حلوة تعالوا بقى يلا نبدأ نحط الصوص عليها اهو